بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ في حل التوتوريال لشابتر واحد وشابتر اثنين. السؤال الاول قال لي انا اعطاني اللي بتدخل المعمل فيه شي فيه جهاز يسمى الاسترسكوب راسم الاشارة. هذا الجهاز احسب لي اقدر احسب فيله الفيس شفت واقدر احسب فيله الفريكوينسي واقدر احسب فيه الفولتج واقدر احسب فيه التيار طبعا فيهش. في الاسي اه سيركيت. طيب هو معطيك رسمة الفولتج والكراند. حتى لو ما حددهم ايش لازم تعرف ان ايش فيه فايس شفت بناتهم. فحنا درسنا الفايس شفت له فرقة الطور او فرقة الزاوية بين الايش موضة التيار وموضة الجهد او بين موضتين. كيف نحسب كيف نحسبها? هذه اه لو تيجوا عندكم في المعمل كرياضيا كيف تحسب كالتالي. بسط مقام مضروبة فيه ثلاثمائة وستين بالدقري يعني ثلاثمائة وستين بالآلة. طيب ايش اللي احطه في المقام? او في البسط? ايش اللي احطه في المقام? طالع في الموجة اللي بلوها الاحمر. طالع في الموجة اللي بلوها الاحمر. خذ موجة كاملة او خذ وان بيريد. ايش يعني موجة كاملة? يعني خذ قمة وقاع. خذ قمة وقاع. هذه كده الموجة تكمل ايش? وان بيريد. موجة اه كاملة تكمل وان بيريد اذا اخذ قمة وقاع. لما تاخذ قمة وقاع طلل على محور اكس. طل على محور اكس. الآن هذه هو شوف هو قمة اللي بلوها الاحمر. بعدين نزلت قاع ورجعت الى النقطة هذه. هذه كده انا اخذت ايش موجة كاملة. اخذت ايش موجة كاملة. الآن احسب لي عائد المربعات. عائد المربعات الا على محور اكس. يعني من النقطة هذه بداية الموجة الى نهايتها. اعيد كيف تاخذ كيف تاخذ الموجة البيريد كاملة الموجة يقيم موقع. يعني مثلا لو انا بريت من هنا هذه النقطة. اجي هنا كده بعدين انزل تحت وارجع. هذا البيريد. ايش ايش البيريد. يعني الموجة متى ترجع تكرر نفسها. كده يستخد وان بيريد. فانا اخذت وان بيريد من هنا الى هنا. احسب عائد المربعات. الكبيرة هو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هنا وقف. طيب غالبا 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 لو تجي في المعمل تمام جود كل مربع صغير جود كل مربع صغير تلقى مثلا عشرة شرطات صغيرة يعني عشرة مربعات صغيرة. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. غالبا انا بقول لك غالبا. فايش معناتها المقام هذا هنا شوف. انت الان تجي تحسب عائد المربعات على المحور اكس. من بداية الموجة الحمرى الى نهايتها. طيب. كم كم مربع خمسة فتيقول تضرب خمسة. ركز معايا تضرب خمسة او ركزوا معايا. تضرب خمسة عادة مربعات الكبيرة في عادة عادة الشرطات في مربع الواحد. انها قلنا عادة الشرطات في مربع الواحد كم? قلنا عشرة. خمسة في عشرة كم سيكون عندي? خمسين. الخمسين هالي تيجي تكتبها في المقام. طيب البصت. البصت ايش اسوي? البصت بكل بصاتة اجي اطالع. اطالع فين? اطالع في الموجة اللي بلوها الازرق. متى اقطع? لا لا تاخدوا البداية من هنا. متى قطعت محور اكس هنا صح? فاجي هنا كاني باخد ايش الوقت تبع ايش? قطع الموجة اللي تسميها الديلي تايم وقت التأخير. اوكي? هذا هذا هنا كده اشوف كم. كم مربع الان? طيب. قلنا انا احنا عندنا الان. لاحظوا هذا مربع واحد. هذا مربع ثاني. صحيح? مربع الواحد فهي له عشرة. قلنا احنا احنا التعمل بالشرطات. فهنا عندي عشرة. وهنا عندي عشرة صاروا عشرين. صحيح? طيب. تقريبا 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 تيجي هنا لو جيت انت تقول في تقريبا في زيادة بعد لاحظوا انه تقريبا قطعت قطعت الموجة زرقة محور اكس في هذا النقطة يعني عشرين وحاجة يعني ممكن تقول اتنين وعشرين تمام ممكن تقول اتنين وعشرين حلوين او قطعتها نقدر نقول قطعتها هنا هو لاحظوا هذا 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 المحور نحطه بلون تاني عشان ما تتلخبطوا هذا المحور هذا محور اكس فتلاحظوا انه الموجة قطعت محور اكس تقريبا هنا في هذا النقطة هنا فكان مربع واحد اتنين مربعين ونص انت لو تجي بالآلة تحط طيب المربع الواحد عشرة ام مربع التاني عشرين عشرين شرطة صغيرة مربع التالت بالنص لو حطتها بالنص يعني حطت اتنين وعشرين ونص تقريبا هنا تمام تجي بالآلة تضرب هذا المقدار كله طبعا تخلي الآلة عندك ديقري اتنين وعشرين ونص على نفس هذه الآلة الاساسية على خمسين مضروبة في ثلاثمية وستلين حطلع مية واتنين وستمية حاجة فانت تمام حاول تاخداش ارقام صحيحة فقرب قرب هذه خليها خمسة وعشرين يعني كانك بتاخداش كانك بتاخداش نص المربع صح هو مو حتى الان عندنا هذا المربع الواحد تاخده ثلاثين خد نصه خمسة وعشرين صح حلوين فخلي خمسة وعشرين وضحت فخمسة وعشرين على خمسين في ثلاثمية وستلحة طالعك كم مية وثمانين اعيد طريقة حساب الفيس شفت كالتالي اولا اطالع الان في اول شي احط بس ومقام بس ومقام مضروف في ثلاثمية وستين ثلاثمية وستين طيب اطالع الان في اه اه باجيب المقام اول شيء المقام بكل بساطة طالع في الموجة اللي باللونة الاحمر شوف خذ قمة وقاع يعني هنا هذي قمة قلنا نحطها باللون اخضر هذي قمة بعدين قاع فانتهت وقفت هنا صح عد المربعات الكبيرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب كل مربع كل مربع كبير فيه له عشر شرطات يعني هتضرب خمسة في عشرة اذا خمسين هذا تحت المقام تكون خمسين انتهينا الان اجي احط البسط البسط تعال انتهينا شوف سيبك من بداية هنا فاين قطع هذا طبعا هذا الخط هو خط احداثي اكس اين قطع قطع قطعة للموجة الزرقة محور اكس بغير الصفر هنا صح فتعال نزل الخط كده ويعد مربعات تبعها حتيت يقول مربع مربعين ونص اذا كان مربع الواحد عشرة والمربع التاني عشرين المربع التالي الثلاثين خد نص كم خمسة وعشرين فتقول خمسة وعشرين بالالحي طالك الجواب مية وثمانين دقرية هذا الفيس شفت حلوين طيب السؤال الثاني برضو اعطاك قل لك اعطاك موجتين موجة باللونة الاحمر موجة باللونة الازرق طال مطلوب يبغى ايش يقول لك ايش اذا طبعا اقل لك انه الرد الرد هو الريف ايش عن الريف فرنس يعني هو هذا الاساس بدأ من الصفر هنا دعنا نحطه باللون السود مثلا طيب الان اي مية الجمل هذه الصحيحة تمام تلاحظ اول شيء احنا قلنا تلاحظ انه الموجة الزرقة هنا لو مثلا تجي تاخدها مثلا نقول على احداثي كمية على احداثي هو اي مثلا نقول مثلا اثنين وهنا اللي باللونة الاحمر النقطة حقته على واي مثلا نقول صفر طيب مين مين الاكبر اثنين ولا صفر اثنين يعني مين كان مين سبق الثاني الازرق سبق الايش الاحمر فالان حنقول نشوف اي جملة صحيحة نشوف الجملة الاولى هو قال لك الازرق سبق الاحمر بزاوية 45 اول شيء الزاوية اصلا هذي خطأ هذي مو 45 كيف تحسبها بنفس الطريقة تعال نشوف نشوف اول شيء هو ليد الازرق ليد 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 الاحمر بكم بكم درجة هذي خطأ خلينا اول شيء الان نقول اول شيء ليد عارفين ان الازرق هو سابق الاحمر لانه هذا الاثنين قبل الصفر كرقم على واي حلوين طيب فاول شيء هذي الاختيار خطأ اوكي طيب نشوف الاختيار الاول والثالث طيب تعال اول شيء حسب الدرجة الفيس شيفت بناتهم كم تيجي بكل بصار تيجي تقول بسم الله اول شيء مضروف في ثلاثمية وستين كالعادة كم مربع احمر او كم عادة مربعات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ايش هو هذا اللي هو الموجة الوحدة الموجة الوحدة هنا بموقع خمسة مربع مربعات كبيرة في عشرة اطلالك كام المقام خمسين حلوين تعال عندك في البصل البصل تقريبا تقريبا لو تجي تقول فين قطعت لا 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 تمام فين قطعت محور ايكس لو تجي تقول مثلا لو هذا مثلا هذا محور ايكس او هذا نحط هنا خط فلو تجي تشوف تقريبا هنا صح هذا القطعة اللي هنا اذا مربع الواحد عشرة مربع تاني عشرين تمام لو تجي تقول مثلا اه لو تجي تقول مثلا عشرة عشرين هنا نص العشرين كم خمسة عشر قبلها تقريبا هنا هتقول اطنى عشر نص يعني تقريب اطنى عشر ونص فاهمين كيف لاتلعشر نص تمام امربع الواحد عشرة مربع تاني عشرين فتلاحظوا ان النقطة هذه اللي هنا 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 خلينا نمسح النقطة هذه هنا هي اصغر من الخمسة عشر يعني اطنى عشر نص اطنى عشر بوين تلاتي اخر اخير اطنى عشر نص اطنى عشر اطنى عشر بوين تنص اطنى عشر بوين تسعين فالجواب الصح هنا تسعين وليد نعم هذا خطأ الفقرة دي خطة يقول لك انه كل واحدة ايش بيرفكت السيب يعني كانت تقول انه كل واحدة ايش بيرفكت السيب شرحتها في في اله في اله لكن ما علينا خلاص هالجاب الصحيح هو سي. طيب سؤال رقم ثلاثة برضو بيعلمنا عن ايش الجهاز الوسوسكو. نقول لك الفيس سيفت بين بين الموجتين هذي كم? طيب بكل بساطة بس ومقام مضروف في ثلاثمية وستين. تطالع الان في الموجة الحمراء. خذ قمة وقاع. هذي قمة هذي قاعني هنا. حلوين. عد عدم ربعات الافقية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة في عشر اطلاق خمسين. تعال في البسط. تعال في البسط. فين قطعت محور اكس؟ هنا في هذي النقطة. الموجة الزرقة. طيب كم مربعين؟ مربعين مربع الواحد كم؟ لا سوري. فين اول تقاطع على اكس هنا. صح؟ وهذا كم مربع مربع واحد يعني كم فيه واحد في عشرة يعني عشرة. عشرة على خمسين في ثلاثمية وستين هذي طالك الجواب اتنين وسبعين ديقري. حلوين؟ دائما الآن في البسط. خذوا تقاطع اول تقاطع على الموجة الزرقة على اكس. والمقام خذ الموجة الحمرة. خذ قيم موقع واحد واحد واضربها في عشرة. برضو المقام نفس الشيء. المربع الواحد بعشرة. هلوين؟ كده انتهينا. طيب. السؤال اللي بعده. قال لك ده انا كان عندي الترنتي كارنت يعني اي سي. تمام. السايكل سبعها مية مية ساعة كمية دورة. تقطعها في زيرو بوينت وون ساكند. ابقى الفريكونسي. عندنا قاعدة معروفة قلنا الفريكونسي الاف. عبارة عن نمبر. عدد الدورات نمبروف سايكل. على التايم. طيب نمبروف سايكل عنده هنا مية. حلوين. على الزمن زيرو بوينت واحد. لما تجد تطقها في الآلة. هيطلع لك كم? الف هرتز. والالف هو نفسه واحد كيلو. نعرف ان واحد يساوي عشر وسثلاثة. هطلع عندك واحد كمام كيلو هرتز. والجواب دي. سؤال رقم خمسة. قل لك الالترنيتك فولتج. اعطاني ايش. جهد متردد اقصى قيمة لو مية فولت. قل لك إذا بلايت تو المب. يعني جاء جاء وحط المية فولت هذه على المبة. طيب. ويتشوف دا فولوينج الديريكت فولتج. تمام. إذا بلايت تو دا لام. نقول لك الديسي فولتج هنا. إذا احنا طبقنا على هذه اللمبة. كم هتكون? هل هتكون نفسها للمية فولت? لا. هذي ماكسيمم. احنا دائما دائما في قلنا. دائما احنا كاسي. ناخذ الار ام اس. اللي هي القيمة الفعالة. وحتى ترحناها في ايش في الموجات. لما نقول لك انا عندي موجة ساين ويف ولا اي موجة. فلما انت تجي. ما تاخذ البيك كامل. تاخذاش زي الاش. قيمة تقريبية تاخذاش. هاد 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 القيمة. هاد هاد مهدرة. فالماكسيمم فاليو البيك انا ما اقدر اخذه. ما اخذ الماكسيمم فاليو. فلتسوي. في قانون. تمام. هو انت تاخذ الار ام اس. كلها. حتى المئتين وشين فوقت بتاخده من شركة الكاربة. ار ام اس ناخدها. وانا ما لنسا البيك. فالفي ار ام اس يساوي. عندي قاعدة تقول. اللي هي. الفي بيك او الفي ماكس امام نفس المعنى. في بيك هي نفسها في ماكس. على جدر اثنين. تمام. هي نفسها لما تقول واحد على جدر اثنين هي ساوي 0.707. منك تقول الفي بيك في 0.007 نفسها هي نفس نفس الجواب. الفي بيك هي كم حطيها لك انت هنا. مية. معطيها لك في السوق على جدر اثنين. حطيها الجواب كم? سبعين بوين سبعة فولت. هذا هو ايش ال في ار امس اللي ايش هنطبق على الجنبه في كل الجزة الكهربائية عندنا. طيب. سؤال رقم ستة. قال لك اذا انا عندي اي سي سبلاي. الجهد تبعه سبع سبعين بوين سبعة. طيب. السبعين بوين سبعة هن belangية هي هي ايش. هي ار ام س. قلنا دائما حتى لو جاء قال لك في الاختبار. اه لو انا اعطي لك سبعين بوين سبعة فولت اسي. الجهد هذا الاذا ما ذكر شاي هو ار ام اس. اذا اذكر هذا هو ار ام اس, حلوين? اذا لم يذكر في السؤال اي اي معنى للجهد يعني شو فينا في السؤال هاذي قل لك فى مكسيمم. لكن في السؤال لو ما قال انه لو قل لك جهد ما قل لك فيه ماكسيمم هذا هيكون في ار ام اس اعيد اذا ما ذكر لك في السؤال نوع الجهد والتيار هيكون في ار ام اس لو قل لك خلاص واضح فهنا في السؤال ما ذكر لك هيكون هذا ار ام اس على طول واضح الهند هذا اعطاك ترد الكم من خمسين هرتز قل لك اي من هذه الجملة الخاطئة طيب قال لك البردك تايم ميز عشرين ميلي سكن ما ما له علاقة يعني تمام فهذه الجملة ما هي يعني ما هي يعني ما هي تقال بنتيكون صحيحة تشوفها الاسيوة دي قال لك ار ام اس فاليو اف دا فاليو سبعين بوين سبعة قلت نعم صحيح قلت انا اذا لم يذكر نوع الجهد فهو ار ام اس فهذه الجملة صحيحة the big value of the فولت هي مية فولت الفي احنا قلنا في علاقة هون من هذي العلاقة اللي فوق الفي ار ام اس يساوي نفسها زيرو بوين سبعة صفر سبعة ايش في بيك لا حد تقول ليش هذي هي نفسها لما تقول لك في بيك على جدر اثنين هذا ايش هو نفسه حلوين فا لما انتجي انت بتحسب لو بتحسب الفي بيك من هذا القانون ايش هتسوي نجيب الالة ويقسم على خذ الالة مثل هو سبعين سبعين بوين سبعة على سبعة سبعة حيطى لك مية حلوين الفي بيك في هذا السؤال من هذا القانون هيكون عندك زيرو بوين سبعة سبعة على الفي ار ام اس الفي ار ام اس معطالك في السؤال سبعين بوين سبعة تكسيمه على هذا المقدار على زيرو بوين سبعة صفر حضلك مية فولت فهذا الجملة صحيحة الجملة الخاطئة الجملة الخاطئة هو اللي بيقول لك البيك فالي هو سبعين من سبعة نعم خطأ السبعين من سبعة هذي هرميس حلوين طيب السؤال اللي بعده سؤال رقم سبعة سؤال رقم سبعة لك for a sine wave with بيك فاليو اي ماكسيمم هو الجهد تمام الماكس اذا افريج فاليو تمام سؤال رقم سبعة يبقى لك البي افريج تمام يعني كان يبقى القانون القانون هو عندكم في الكتاب البي افريج عبارة عن اثنين على باي مضروبة في ال اي ماكس مضروبة في ال اي ماكس لما تقسمها طبعا اثنين على اهل باي هي ثلاثة فاصلة اربعة عشر لما تحطها بيه لحطها لك الجواب كم زيرو بوينت ستة ثلاثة ستة اي ماكس هذا زي ايش كلام نظري الجواب دي السؤال اللي بعده قال لك هزا ماكسيمم فاليو اعطاك الفي ماكسيمم هنا اعطاك الفي ماكسيمم عشرين فاليو هو نفس الفي بيك اعيد هو نفس الفي بيك قال لك قيمة قيمة الجهد هذا عند ال 135 درجة طيب احنا عندنا نقدر نوصف في الساين سويد ال ويف بقاونة التالية الفي او ال اي حسب السؤال عبارة عن في ماكسيمم مضروبة في ساين اوميغا تي زايد او ناقص ثيتا اوكي طيب هنا طبعا ما اعطاني ال اوميغا ولا حاجة فانبريك تكنسل هذه فتقول في ماكسيمم ساين الثيتا تعال تعود تعود مباشر ال في ماكسيمم هذه 20 فولت فتقول عشرين ضرب ساين مية وخمسة وثلاثين بالآلة لما تجد تحط هذا الجواب حيطالك كم اربعة عشر بوينت اربعة عشر فولت والجواب بي حلوين هذا علاقة جدا مهمة هي ساين اوميغا تي زايد او ناقص ثيتا لكن ما عندك اوميغا تي خلاص فتحطها يش بيخمسة ثلاثين درجة زي ما يحطها كيش بالآلة بدون ما تتحول ولا اشي طيب السؤال اللي بعد قل لك what is the peak to peak value for 120 فولت اي سي طيب اول شي هذا الادام ما قل لك نوع الجهد هنا هذا هيكون ايش ار ام اس اعيد اذا ما يحدد لك نوع الجهد في السؤال فهذا ار ام اس وليس الفي بيك فلا تغلط فلا تغلط طيب هنا هو قل لك ابغل بيك تو بيك فانت لازم تجيب الفي بيك الفي بيك قاعدة وكالتالي احنا قلنا من هذا القاون نفسه هو الفي ار ام اس يساوي نفسه 0.707 في بيك طب انت تبغل في بيك اول شي لازم تجيب الفي بيك حد قول الفي بيك يساوي الفي ار ام اس لك مية وعشرين تمام مية وعشر اه اه سوء دقيقة بس فين القانون القانون هنا اهو اه اه سوري هاد القانون ايوه الفي بيك الان خلاص هو نفسه انا ما بغل اخبطك خلاص انت ايش اختار القانون اللي اعجبك خلاص نمش على الجدر اثنين بدل ما تحفظهش القيمة هذي فحتقول الفي احنا قلنا الفي بيك يساوي جدر اثنين مضروبه في الفي ار ام اس طيب بالآن لحط جدر اثنين اضرو في الفي ار ام اس لما مية وعشرين حطا لك الجواب قيمة مية ستسعة وستين بوينت سبع حاجة اضربها في اثنين يعني هذا الجواب كله اضربه في اثنين ليش في اثنين لانه في بيك تو بيك انت الان لما تجي تشوف الموجة عندك البيك الوحدة هذه لما تجي تاخذ قيمة وقاع ان بس اعيدها كده وضحها لك باللون تاني لما تاخذ قيمة وقاع من هنا الان هنا هذا بيك تو بيك عن عن تضرو في اثنين حلوين فحط هذا المقدار كامل بالآلة جدر اثنين في مية وعشرين حلوين تقول جدر اثنين جدر اثنين ضرب مية وعشرين اثنين نشيء تو بيك در اثنين الجواب خلوين مية وضح اطلا لك مية وثلاثين ثلاثين بوينت اربعة در اشلوين وضح وضح كيف حالين هذه طيب الصائل البعد له الصائل رقم عشرة قالك استلائم bumped struck 10 legislate between the sinostrum waveиру� اطاك المعادلة تبع V و I قال لك 10 سين أوميغا تي نقص 20 ديقري أو I 15 سين أوميغا تي زائد 60 ديقري طيب هو بيقول لك إيش العلاقة طيب أول شيء تلاحظ أنه اللي باللون الأزرق هو إيش الموجة تبع إيش معادلة I واللي باللون الأسود هي معادلة الموجة تبع V طيب إيش تلاحظ الآن تلاحظ أنه التالي أنت لو مثلا جيت مثلا عشان تقول والله أنا كيف أعرف مين سبق الثاني حط خط هنا بكاذا كنتم ديك تسبب أنا فضل هذا الطريقة بعدين مدخط لللون الأسود خلاص طيب الآن مين قبل الثاني التيار صح لأنه هذا فوق لو نحط هذا صفر هذا مثلا نقول مثلا سالب مثلا سالب 2 كرقم يعني على محور Y كرقم يعني طيب مين أكبر الصفر كما سالب 2 يعني مين سبق الثاني التيار سبق إيش الجهد فهتقول الآي وفتي ليد يسبك هو ليد احفظ هذه المصطلحات متأخر يتأخر هو إيش لا الآن في هذه طيب كل الجمل قال لك آي 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 الآي دائما سابق هنا في هذه الحالة سابق إيش الجهد بكم شوف الفرق هنا عندك تشوف من السؤال يعني أساسا ما يحتاج تمام ستين وسالب عشرين كما الفرق بين هاتهم نتيج ترسم خط عداد صح هنا السالب عشرين وهنا السالب عشرة هنا صفر بين عشرة عشرين تلاتين ربعين خمسين ستين صح صفر عشرة عشرين تلاتين كما الفرق كما الفرق كما الفرق بين الستين والعشرين تقول ثمانين أو بمعنى آخر تقدر تقول ستين ناقص ناقص عشرين فيها كم ثمانين فالفرق هنا ثمانين درجة دائما تاخد إيش آآ زاوية الليد ناقص تمام زاوية إيش الثانية أو بمعنى آخر شوف الفرق وحش الفرق الفرق يعني فكما الفرق بين الستين وسالب عشرين زا ما قلت لك على خطة عداد وترسم خطة عداد تعرف الفكرة الآن هو شوف كذا هذا خطة عداد إذا هنا ستين نقول مثلا ستين وهنا خمسين وهنا أربعين وهنا ثلاثين وهنا عشرين وهنا عشرة وهنا صفر سالب عشرة سالب عشرين فشوف المسافة هنا كم هنا ستين هنا صفر وفي كمال 20 يعني كمال كل ما تاخذ رشارة تاخذ كمال مغنيتيوت كأنك تاخذ دستنس الفيزياء فكم 80 درجة فالجواب دي حلوين طيب سؤال رقم 11 سؤال رقم 11 قال لك أنا عندي 120 فولت في الديسي سورس تمام في الشكل قال لك المي وعشرين فولت هذي توصل او ايش يصل لها ثلاثة بوان ستة وات باور هذي الوات وحلية الباور لللود هذا اللود هذا اي لود تمام جوته ممكن يكون لمنشا وممكن يكون لبيت او اي حاجة كمال السؤال قال لك determine the peak value يبقى فيه peak of the applied voltage em and the current i am يعني ماكسمم هي نفس ال peak if the ac source في فقرة بي اذا كان ال ac source في 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 الشكل او في الشكل او في الشكل بي يصل ايش يعني باباك بيوصل نفس اللود يعني نفس الحمل هنا تمام يعني كان هنا عندي هنا مثلا سير مثلا هذا البيت وهذا نفس البيت في له احمال انا هنا دخلت دي سي ابا اشوف كما ال ac ليش يدخل برضو فيه ايش بنفس هذا البيت احنا قلنا ليش هو ال rms اساسا ال rms تقريبا تقريبا انا هو يساوي ال dc كقيمة صح انا لما جيت رسمت عندي الموجة وقلت انا الان في ال ac عندي تير متردد يتغير مع الزمن فانا ما اقدر احسب قيمة ايش زي ال rms فاليو تمام فهذا قيمة زي ال dc احنا قلنا ال dc لو انا عندي مثلا هنا هيكون هيكون قيمة ثابتة تمام خمسة فورد مثلا نقول dc لما اخذ ال rms هنا هذا شوف هذا الخط لانا هذا يكافئ ال dc فبكل بساطة اول شي احتاج هو يبغى ايش يبغى 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 ماكس اعني اعنى بيك طيب اول شي احتاج ايش اجيب الاي مناء learnt عندي هو اعطاني اعطاني الجهد واعطاني الباور انا عندي قاعدة في predيسي على اخلياظ غير لون الحل انسر اول شيء الباور في predيسي احدى الLouis في dc المضروبه في في CC ومركونوا في اي في الدي سي. حلوين? طيب اول شي هو يبغى هو يبغى الجهود يبغى ايش? التيار في الاي سي. اجيب الاي دي سي. من هذه العلاقة اكسم الطرفين على الفي. فاكسم هنا على الفي. اه انا ابغى الاي صح. اكسم. اه حلوين? فالبي عندك ثلاثة بوينت ستة الباور. على الجهد لكم اعطيكها في السؤال مية وعشرين في الدي سي. حيطلع عندك الجواب ثلاثين ميلي امبير. اكسم قسمة عادية ثلاثة بوينت ستة على مية وعشرين. حيطلع عندك واساسة حيطلع كده حيطلع بالامبير حيطلع يساوي زيرو بوينت زيرو ثلاثة. امبير. طيب انت الان بتحول لميلي الميلي عشر وسكم. الميلي عشر وسالب ثلاثة. فامتك تضرب هذا الرقم زيرو بوينت زيرو ثلاثة في عشرة وسالب اقسم. انت الان بتحول من كبير لصغير. احنا قلنا الواحد خلاص نتعرف كيف كيف يتحول. واضح ان شاء الله ليش مقصدي? انت الان زيرو بوينت زيرو هنعرف انه الوحدة التحويل عندها باختصار الواحد متر لقونا واحد امبير يساوي الميلي خلينا نقول الميلي. الواحد ميلي كوحدة يساوي واحد ميلي يساوي عشرة وسالب ثلاثة. اوكي? فاذا كان عندك انت هذا المقدار الوزيرو بوينت زيرو ثلاثة? هذا. هذا هنا زيرو بوينت زيرو ثلاثة. تبغى تحول ايش لميلي? فحيقول حيكون عندك زيرو بوينت زيرو ثلاثة على عشرة واستسالة بترد. حطالك عندك ثلاثين ميلي امبر فيزيا واحد. فخليها بالميلي. خليها بالميلي. ثلاثين ميلي امبر. حلوين كده? طيب. بعده. جبت ايش? انا جبت التيار خلاص. التيار هذا ثلاثين ميلي امبر كانو رم اس في الاسي. كانو ايش? رم اس في الاسي. فنرجع العلاقة عندي الاي بيك. والي بيك والفيك نفسها نفسها. اي بيك الاي بيك هي نفسها الماكس. الاي ماكس هي نفسها البيك. حتى لاح تقول لي ايش هذي. ما العلاقة اللي احنا نعرفها? هتقول. نرجع. 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 جادر الاثنين في الارم اس. فيكون عندك جادر الاثنين هنا. وعندك هنا جادر الاثنين. فين الارم اس اللي هي الاي دي سي. هذي ثلاثين. خليها زي ما هي اضربها في ثلاثين كرقم. اشكلك لك حولها. بعدين. هذي. الفي دي سي نفسها كنافيار المسيك. تقول مية وعشرين. تقول في مية وعشرين. بالالة. خذ الالة وحسو. يلا. الاي بيك او الاي ماكس مام نفسها. هتقول جادر اثنين. مضروبة في ثلاثين. هتطلع عندك الاي ماكس مام يساوي اثنين واربعين بوينت اثنين. اربعين ميلي امبار. عشان كده انا حولتها لميلي خلاص. شوف الاختيار. طيب. الفي بيك او الاي اي ام او الاي بي نفسها اي نفسها الفي ماكس. جادر اثنين. مضروبة في الجهد اللي عندك في السوائل هو الفي دي سي مية وعشرين. هيطلع عندك كم مية تسعة وستين بوينت سبعة تقريبا كم بولت. وهذا الجواب. هلوين? هذه الملاحظة خليها عندك وانا قلت لك انه تقريبا تقريبا الدي الفي او الاي في الدي سي تقريبا هو زي او في الار ام اس. فلا تنخدع. واضح السؤال? واضح السؤال هنا? طيب. السؤال الا بعده سؤال رقم اطناعش. السؤال رقم اطناعش. السؤال بس قال لك ابقى البيريد. اللي السيجنال التحق. اقولنا البيريد. في اي سيجنال عندي. عبارة عن قمة وقاع. يعني اخذ قمة الى ان تصل للصفر. بعد ان انزل. لقاع الى ان تصل للصفر. اشوف الفترة هذه من هنا. الى هنا. هذا هو البيريد. فهو اعطاني في السؤال. لاحظ اعطاك قيم. قال لك ابقى البيريد. لاحظ ان هذا قمة. وقفينه بعين قاع. وقفينه. هذا البيريد كامل كم? اخذه من وحة ريكس. كم? اربعين مواضح عندك في السؤال هنا اربعين. فالجواب هيكون اربعين سكند. السؤال الرقم 13. قال لك. هنا يعطيك زي السيجنال. تمام? لي بريدك من جهاز الوسيليسكوب. اخذناها من شاشة الوسيليسكوب. قال لك الخطة لالحداثي. تمام? في شيء اسمه اثنين. هذي موجودة في المعمل. انظروا ايش كيف تنحسب. والسويب تايم عشرين ملي سكند. ديفيجن. البيريد of this voltage. البيريد of this voltage. كيف تحسب البيريد? لاحظ هو اعطاك اول شيء يعطي سكيل. كمال سكيل. عشرين ملي سكند. ملي سكند فول ديفيجن. طيب. احسب لي عدد المربعات. تمام? ابقى تحسب عدد المربعات الا على محور اكس. ليش? لي الوان بيريود. وان بيريود اش يعني? قيمة وقع. صحيح. يعني من هنا. من هذه النقطة. خلينا نغير له عشان توضح لك. من هذه النقطة الى هذه النقطة. قيمة وقع. كم ربع? واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. طيب. ما معنى عشرين ملي سكند برد. فش نقولنا دائما هذا غالبا. هذا هو التايم. يعني معناته كل مربع. لما نقول لك عشرين ملي سكند بير ديفيجن. معناته كل مربع هذا. هذا مربع الواحد. يساوي عشرين ملي سكند. طيب. لو اني عندي خمسة مربعات. كم هيكون? اضرب خمسة في عشرين. حيطى لكم. مية ملي سكند. وهذا هو البيريد of this fault. يبغى التايم تبع الفولش. فالجواب هيكون مية ملي سكند. اعيدوا اكرر. هو يعطيك. يعطيك الفول. السكيل تبعيش. التايم. لو قولك مثلا ثلاثين. اربعين. حتى. ستقول المربع الواحد. معناته. المربع الواحد على محور يكس. يساوي عشرين ملي سكند. فلو اعطاك. قال لك. لو حتحسب كم عادة مربعات. للموجة الوحدة. هو من هنا الى هنا. خمسة صح. اضرب خمسة في عشرين. فأتقول خمسة. في عشرين. و يساوي مية ميلي سكند. واضح? طبعا الى المحور. مربع الواحد ياخر اثنين. يعني كان هنا البيكة البيكة هنا اتنين اربعة وتحت برضو اربعين كم. ما اهمك. انا انا احسابك كيف تحسب البيريود تبع ايش البيريود تايم. فانت اهمك عادة مربعات ايش الوفقية. السؤال رقم اربعة عشر. السؤال نظري. الفريكوينسي. تمام? يقول لك ايش الجملة الصحيح. نعرف ان الفريكوينسي عبارة عن مقلوبة ايش الزمن. نعرف ان الزمن عبارة عن مقلوب الفريكوينسي. فهو يقول لك ايش التايم والبريود. وقلنا نعرف انه من هذه العلاقة اذا حاجة في البس وحاجة في المقام. فاذا زاد الواحد ايش يقل التاني يعني انفرس. معكوس. الفريكوينسي هو مقلوب البيريود. هذي الجملة الصحيحة. يعني لو جاك في الاختبار قل لك الاميغا مثال. عارفين انا الاميغا عبارة عن اثنين باي اف. امدكتها الاف هذي. امدكتها الاف هذي. وتحط مكانة مقلوبة اللي هو واحد على تي. فتقول الاميغا تساوي اثنين باي في واحد على تي. يعني يساوي اثنين باي على تي. واضح؟ السؤال الرقم خمس ستاعش قال لك اذا زاد التردد البيريود هيكون. طبيعي علاقة عكسية ولاحظه. فحيكون ايش? اذا زاد الواحد اذا 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 التردد زاد البيريود حيقيل. اعلاب لك في الاختبار يقول لك اذا اذا يعكس لك اذا قال لك اذا تايم زاد التردد حيقيل. وهكذا. علاقة عكسية. سؤال رقم ستاعش قال لك اعطاك موجة الساين الساين كمعادلة. ايوف تي عبارة عن سبعين بوينت سبعة ساين. خمسمية عشرين تي بلاس باي على ستة. حني اعرف العلاقة تمام هذي بشكل عام ايوف تي تساوي اي ماكس او اي بيك نفسها اعيد وكرر. مضروبة في ساين معادلة الساين في اوميغا تي زايد او ناقص في. هذه الملاعات كنت عارف هذه المعادلة وحافظها طيب. الان ايش يبغى هو. هو قال لك ابغى التالي ابغى الفريكوينسي وابغى الار ام اس فاليو في ذا كرانت. طيب اول شي الان ها اباك تعرف حاجات اول شي هذه اللي هنا في المعادلة هذه اي اي بيك او اي ام في المعادلة هذه ها. مو لو جاك سوال قل لك مية وعشرين فولت وساكت تقول هذي بيك لا. في المعادلة حقت الساين اوميغا تي زايد او ناقص هذي دائما اللي قبل الساين هي البيك او الامبلتيوت. طيب ايش هذي اللي جنب تي. هذي الاميغا. الانجول الفريكوينسي. طيب هو ايش يبغى 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 الفريكوينسي. اقدر اقول لك اوكي بسم الله. الفريكوينسي عبارة عن اف تساوي القيمة اللي مع المجهولة اثنين باي حطها في المقام. والاميغا حطها في البصل. طيب في الاميغا ما هذي الاميغا. هذي الاميغا اللي هي جنب التي. فتقول خلاص انتهت المسألة خمسمية عشرين. على اثنين في باي. قيمة الباي هنا ثلاثة فاصل اربعة عشر. لما تحوط هذي في الاميغا حطها لك الجواب تقريبا تسع واربعين بونت تسع و اه حط لعنك الجواب اثنين وثمانين بوينت ستة وسبعين اللي هو ايش? اترد هذا اثنين وثمانين بوينت ستة اثنين وثمانين بوينت سبعة وستين هرتز. هذي تردد. طيب باقي الار ام اس value of current. تقول لي بسيطة. تعال. هذا في بيك صح? او هذا اي بيك. العلاقة بين البيك وال الار ام اس خلاص حفظناه فهو يبقى الار ا اي ار ام اس. نقول الاي الاي بي كوى الاي ماكسمم على جدر اثنين. يساوي. الاي بي كم? نمعطيك يا هنا قبل السؤال قبل الساين. سبعين بوينت سبعة. على جدر اثنين. حط لعنك الجواب تسع وخمسين امبر. اذا الجواب الصحيح هو ايه? اعيد واكر. لاحن يقول جدر اثنين هي نفسها زير واحد على جدر اثنين هي نفسها زير وبوينت سبعة صفر سبعة. تبت تحطها جدر اثنين حطها. تبت تحطها زير وبوينت سبعة صفر سبب كيفك? طيب. يعني الجواب ايه? صار رقم سبعة طعش. قل لك الحديد اه الاكترك ايرون حديد اه الاكتريك ايرون ما بيقول حديد الالكتر كهربائي. ما اعرف صرف عش ترجمته. الريتيد m230 في فولت. اعيدو وكرر. لما نجي يعطيك الجهد هنا بدون ما يتكر لك ايش نوعه هذا هذا مس valio طيب. يقول لكي recently rms water any أنا عندي معادلتين للجهد بعض الكتب يسميها هي نفسها V هي نفسها H هي نفسها الجهد يعني طيب أعطاك معادلة E1 A sin omega T زائد ثيتا 1 ومعادلة الثانية E2 برعا B sin omega T بلس ثيتا 2 طيب هو يقول لك الآن أي من هذه الجملة الصحية شوف المعادلة تبع I أو V بشكل عام ركز ركز معي إذا كان هنا الزاوية زائد هذه معناتها leading يتقدم أو يسبق هنا برضو الزاوية بالموجة معناتها leading يعني في موجة تسبق موجة leading معناتها يتقدم طيب الآن هنا هو قال لك أنا أعطيتك هذه المعادلتين بشكل عام أي من الأجوبة الصحيحة أول شي خلاص عرفنا كلها leading أول شي نلغي الأجوبة الغير صحيحة lagging هنا خطأ وال lagging هنا خطأ لأنه موجة لو كان سالي بعد وكر لو كان سالي فتقول lagging طيب تعال الآن هو بيقول لك E2 أول شي نقول E2 خلاص leading تسبق E1 بالزاوية كم هو أن كتب لك E2 صح E2 دم E2 حتى أخذ الزاوية رقم 2 تقول ثيتة ناقص ثيتة 1 حلوين حلوين أعيد وأكرر أول شي أطالع عندي في الزاوية في الإشارات إشارة الثيتة أو الفاية نفسها موجب حيكون كلاهما leading تمام من قبل الثاني حسب السؤال وقال لك إيه 2 معناته الزاوية حق إيه 2 leading ثيتة ناقص ثيتة 1 لو كان العكس لو قل لك إيه 1 إيه 1 ستقول leading تمام آآ آآ تمام بالثانية ثيتة واحد ثيتة وضحت طيب الجواب C طبعا إيه ليه غلط لأنه قل لك E2 فرد يكون ثيتة 2 ناقص ثيتة واحد وليس ثيتة واحد ثيتة وضحت هذا بشكل عام يعني طيب صار رقم 18 قل لك alternating voltage يعطي إيه المعادلة التي تبعو هي V أعيد وكري V هالي تساوي كالتالي مكتب كيف شكل عام V max في sin تمام أميغا T زايد ثيتا وفي نسموها ثيتا وفي طيب هو قل لك يبغى alternating تمام خلاص هادي تعرف انها هذي اللي هنا قبل هذي ههو هذي V max هي نفسها V peak كمعنى max peak طيب هو يقول لك يبغى frequency احنا قلنا دائما الجنبة T هو الأوميغا صح فتعال تكتب معادلة الأوميغا هات تكون حافظة الأوميغا تساوي 2 في باي في F حلوين طب هو F تساوي أوميغا على H أقسم على المضروف F الأوميغا عندي وين ها الأوميغا هذي هذي الأوميغا اللي مع T حتقول 157 علي 2 باي و باي فاصل لك الجواب كم 25 هرتز الجواب C السؤال رقم 20 قل لك ابغى البرسنتج of the maximum peak voltage is effective هذي نظر دائما يكون 70.7 من قيمة الpeak هذا نظر لن تكون عارفينه طيب سؤال رقم 2 قل لك أعطا معادلة ال voltage 22 82.8 ساين 340 volt المطلوب الأول يبغى RMS طيب قلنا هذا اللي قبل الساين في المعادلة هو V peak هو نفس V max ونعيد ونكرر نفس المعنى طيب خلاص العلاقة حقتنا قلنا V RMS قلنا نحل نحل تحت هنا فقرأ V R MS عبارة عن إيش V peak على جدر 2 صحيح هذا علاقة بين peak و RMS طيب V peak عندي 282 point 8 على جدر 2 بالآلة يطلع عندك الجواب 200 volt هذا الفقر الأولى فقرة الثانية يبغى RMS voltage أو هي الفقر الأولى هذه RMS والإثن V peak sorry الفقرة الثانية يبغى إيش يبغى التردد خلاص قلنا مع T هو الأوميغا فخلاص يقول فقرة B الأوميغا تساوي 2 باي F ومنها رياضيات عادية تبغى التردد عبارة عن أوميغا على 2 باي الأوميغا عندي في السؤال 314 هذه 314 على 2 باي والباي 3.14 هيطلع عندك الجواب 50 هرتز فقرة C يبغى الانستانتين اسفالي أصلا هذه المعادلة أساسا هذه المعادلة تعبر عن القيمة اللحظية للجهدة والتيار فيعطيك زمن هو قال لك instantaneous value of voltage وينتي وفور ميلي سكند بسيطة يعمل حج تعال ما هو المعادلة المعطينية هذه أعوض عن TPS 4 ميلي سكند يالله بسم الله فتقول الفي تساوي معطا لك في السؤال 282 ساين كم ثلاثمية وأربعة عشر T أو وضع عن T معطي إياه كيف السؤال بكم 4 ميلي فتقول يساوي 282 في ساين أوكي افتح قوس ثلاثمية وأربعة عشر حط علامة الضرب بالآلة الميلي عشر والسالب ثلاثة خلاص هنالفين أربعة في عشرة والسالب ثلاثة حط هذا بالآلة حط له عندك الجواب هذا اللي بتحط بالآلة جوه هنا حط له عندك 282 ساين أول شي بس هذا المقضال حط له عندك 1.256 تمام مهم جدا هنا في هذه الحالة في هذه الحالة حط الآلة بالرديان حلوين حط اللي عند الأوميغا الأوميغا دائما تحسب بالرديان فخلاص الآن انت عندك هنا تمام في المعادلة أساسا هنا الأوميغا مضربه في ما في زائده ناقص فالزاوي اللي بعد هي بالدقري هنا هنا الآن الأوميغا هنا تحسب بالرديان واضح طيب السؤال رقم ثلاثة أعطاك برضو معادة الفولتيج خنس سبعة خمسين ساين اتنين ميتين باي تي ناقص سالي بزور بزور 25 حلوين المطلوب هو الأمبليتيوت طيب ما هو هذا نفسه هو نفسه هو نفسه هو نفسه V ماكس هو نفسه V بيك هو نفسه الأمبليتيوت أساساً إيش هو الامبليتود فاكرين لما كنا نشرح في الشابتر لما كنا نقول لنا عندي ساين ويف أي ساين ويف تمام مثلاً كمثال كذا أي أي موجة سواء كان سان ولا غيره طيب حقنا من هنا إلى هنا هذا يسمى الامبليتود إيه هو نفس الـ RMS ونفس الـ Peek صحيح هذا الـ Peek مو نفس الـ Peek والماكس ما هذا هو نفس الـ Peek فهو نفسه هذا في المعادلة هذه اللي قبل الساين هي نفسها الامبليتود فهيكون عندك كامل جابين يساوي خمسة وسبعين فولت هذا الفقر الأولى واضح في المعادلة اللي قبل الساين هو الامبليتود هو الـ Peek هو الماكس نجي للفقرة الثانية قل لك peak to peak value الآن انت عندك أساسا الpeak الوحدة هذي 75 هذي peak طيب لو جيت من هنا كذا إلى هنا يعني الpeak to peak يعني أبغى قم موقع يعني من هنا إلى هنا ايش حتسوي تضروف في 2 خلاص فتقول 2 في الpeak يعني 2 في 75 سيطلع الجاوب عندك 150 volt حلوين طيب هذي الفقرة الثانية 150 volt طيب الفقرة اللي بعدها يبغى الرمس الرمس خلاص انتهينا علاقة هنقول الفقرة c فقرة c نقول الرمس العلاقة هنجب أن نحافظ في بيك على جدر اثنين والفي بيك هي نفسها هذي وعندك 75 على جدر اثنين حط العجاب عندك ثلاثة وخمسين فولت هذي فقرة c فقرة d يبغى البريدك time يبغى البريدك time طيب تعال معايا هنا هذه 200 باي قلنا دائما دائما اللي مع الأوميغ اللي مع التي هي عشاء الأوميغ كلها كلها هذه 200 باي فتعال انت فقرة d اتعرف ان العلاقة الأوميغ عبارة عن اثنين في باي في f ونحن نعرف اساسا ان ال f هو عبارة عن واحد على t صحيحة يعني مديني اكتب العلاقة هاذا اقول لك الأوميغ تساوي اثنين باي على t صحيح او لمصحيح من هذه العلاقة طيب هو يبغى t طرفين في وسطين رياضيات عادية حيث عندك أوميغ مضروبة في t تساوي اثنين باي انت تبغى t اكس من على اوميغ واكس من على اوميغ الاميغ تروح مع الاميغ الت تساوي اثنين باي على اوميغ الاميغ وين هذي هي هذي الاميغ 200 باي على 200 باي خلاص اختصارات البي تروح مع البي اثنين على 200 تساوي 0.01 سكند حلوين وضحت كده تحويل ميلي وضرب 0.01 في 1000 حيث لديك 10 ميلي سكند من كبيرة صغيرة انا هذه نفسها تساوي 10 ميلي سكند يا تلقى هذا في الاختبار هذي فقرة D البي 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 10 مي سكند طب الفريقوينسي ما هو مقلوب ما هو احنا قلنا هذا هذا فقرة E ايبغى الفريقوينسي هتقول ال F عبارة عن 1 على T ويساوي 1 على T كم عندك 0 0 1 حطنا عندك 100 هرتز فقرة E الفريقوينسي 100 هرتز حلوين والح للامور كذا طيب اخر شي اخر شي يبغى الفيس انجل يبغى الفيس انجل هذي خلينا مسحها كذا خذوا صور لها لو تبقوا تفهموا الفكرة خلينا ناخذ اخر اخر فقرة فقرة E خلاص قلنا الفريقوينسي قلنا عبارة عن 130 سؤال او فقرة فيه قلنا يبغى الفيس انجل اعرف ان المعادلة عندنا المعادلة كالتالي الفي تساوي 75 ساين صحيح ساين بعدها نقل لك 200 باي ناقص 0 بوينت 25 تمام هذه هي ايش هذه الفي هي نفسها الفيس انجل طيب هو ايش بيقول لك اباك تحسب الفيس انجل بالدقري والمن ساين 200 باي هنعرف الان عندنا لمكن نرسم المن نرسم هذا محور التايم كنا نقول امديك هالي تكون تقول مثلا صفر مثلا باي مثلا اثنين اثنين باي هذي بالرديان صح هي نفس امديك تخليها بالدقري الباي عبارة مئة وثمانين صحيح بالدقري واثنين باي اثنين في مئة وثمانين اعطيك كم ثلاثمية ستين واكرا صحيح فهو بغاك تحط الزاوية عندك بالدقري وليس بالرديان فاول شي شوف ركز معايا اول شي انت رغم تكون عارف هو معطيك كلام ذا قال لك الفاي هذي فاي هذي هذي الفاي شفت نفس الفاي هذي نفس هو هذا المطلوب فانت تعرف انه اول شي تقول انسر الجواب الفاي او بوينت خمسة وعشرين طيب ليدين ولاقينغ الاشارة ايش سالف فحتقول لاقينغ انا عدت وكر اذا كان موجب حتقول ليدينغ اذا كان سالف حتقول لاقينغ طيب بس بعد حتقول لاقينغ خمسة وسبعين نفس اكرار معطيك الفي السؤال خمسة وسبعين ساين ميتين باي تي طيب هذه هذا قال لك in degree يعني ايش يعني يعني حدد لك انه اساسا هذي الزاوية بيحت لك هذي الزاوية بالرadihan انقلك ابغايا بال degree ابغايا ايش بال degree لانه قال لك in degrees لو كان ابغايا بال Tai ف Invictus فا اكتب لك يعني معناتها حسب السؤال فهذا الزي اللي أعطيك هي الفاي هذه بالرديان فعندنا علاقة مباشرة بسيطة لو أنا بحول من الدقري إلى الرديان تمام؟ بكل بساطة الرقم اللي أعطينيه أضرب فيه باي على 180 لو أنا أبغى أحول من الرديان إلى دقري الرقم اللي أعطينيه أضرب في 180 على باي فبكل بساطة معطينيه أساساً الفاي هذه معطينيها في السؤال هي بإيش بالرديان أحول إلى دقري فأقوله بكل بساطة 0.25 هذه اللي بالرديان أضربها في 180 أقسيمة على باي الباي هذه 3.4 خليها كده حطها إلى دقري خليها أضربها أقسيمة على باي حيط لأنك الجواب يساوي 14.32 دقري وتحط لاغ 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 بس يعني بإخصار يبغى الزاوية هذه اللي أعطيك إياها حويلها الاش حويلها الاش حويلها الاش بالدقري أطبق هذه العلاقتين الرقم المعطيك إياها بالردان أضربه في 180 على باي بس خلاص انتهت السؤال ترجمة نانسي قنقر